بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نتناول الموضوع الفرعي الخامس من الوحدة الأولى وهي means of communication وسائل الاتصال طبعا وسائل الاتصال كما نعرف إن وسائل متعددة متنوعة طبعا منها ما هو كتابي أو قد يكون شفوي وجه لوجه face to face أو قد يكون تصويري أو قد يكون آلي طبعا سوف نأتي لتفصيل ذلك فيما بعد لنتناول في البداية وسائل الاتصال أو الاتصالات الكتابية طبعا تتم الاتصالات الكتابية عن طريق الكلمة المكتوبة ما هو مكتوب التي يرسلها الطرف الأول إلى الطرف الثاني الطرف الأول إلى الطرف الثاني اللي هي الرسالة تعرف الرسالة طبعا ويكثر هذا النوع من الاتصالات في المنظمات ذات الحجم الكبير طبعا ليش؟ لأن عملية الاتصال مدامية منظمات كبيرة يصعب أن التواصل بين أفراد المنظمة في المنسوات الإدارية مختلفة لأن عددها كبير التنظيم داخل المنظمة يكون به عدد أفراده كبير طبعا عملية الإشراف والتواصل يكون صعب إلا من خلال استخدام الاتصالات الكتابية فالاتصالات الكتابية مهمة خاصة في المنظمات كبيرة الحجم طبعا وسائل الاتصالات الكتابية لكي تكون الاتصالات الكتابية أكثر فعالية لكي تأخذ دورها وتحقق هدفها يجب أن تمتاز ببعض الخصائص بعض الخصائص منها يجب أن تكون كاملة طبعا كاملة بمعنى رسالة يجب أن تحتوي على المعلومات الكاملة لا تكون ناقصة أو فيها نقص بحيث تحقق الغرض طبعا هذا أولا ثانيا يجب أن تكون مختصرة طبعا يجب أن تكون مختصرة ليس طويلة لا يشعر القارئة بالملل حتى يأخذ الهدف الواضح اللي هو المختصر المفيد سميها المختصر المفيد من هذه الرسالة لو كانت الرسالة غير مختصرة واسعة الكلام طبعا لا يؤخذ بها ولا أحيانا لا تفهم أحيانا طبعا ثالثا يجب أن تكون واضحة واضحة يعني إيش أنها تكون معانيها واضحة تتضمن من كل جملة فيها معنى كامل لا يوجد فيها مثلا معاني غير واضحة كلمات غير واضحة حيث عبر عنها بالكلمات المناسبة والرسالة الصحيحة طبعا يجب أن تكون أيضا إيش الرسالة الصحيحة طبعا هذه الكلمات كلها تبدأ بحرف السي تسمى بالفايف سي طبعا صحيحة هي التي تخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية يعني لا يجوج أن يكون هناك أخطاء إملائية فادحة أو لغوية طبعا الرسالة برضو يجب أن تكون آخر شيء لطيفة لطيفة بمعنى إيش تعني الإبتعاد عن الكلمات والعبارات الجافة التي تدل على أحيانا على العنف وروح العداء أو الحقد ويجب أن تكون مثلا إيش يتقبلها الطرف الثاني إذا الرسالة لم يتقبلها إذا كانت تحتوي على معاني غير لطيفة طبعا لا يتقبلها الطرف الثاني إذن من شأن تحقق هدفها يجب أن تكون لطيفة بسيطة واضحة مختصرة طبعا هذه كلها تبدأ بحرف C وتسمى بال5C complete correct clear إلى آخره هذه خصائص الرسالة الفعالة طبعا المزايا طبعا لها مزايا لها advantages لا مزايا أولا ما هي مزايا الاتصالات الكتابية أولا يمكن الاحتفاظ بالكلمات المكتوبة يعني كمرجعية والرجوع إليها عند الحاجة يعني لو افترضنا أنه نريد الرجوع إلى هذا الخط الكتابي يمكن الرجوع إليه في أي وقت وعند الحاجة تساعد على حماية المعلومات من التحريف هناك إيش آلية حفظ معينة تمنعها من عملية التحريف لا يمكن تحريف هذه هذه رسالة موجودة مختومة مختمة مروسة لا يمكن إيش تحريفها تعتبر أقل تكلفة طبعا أقل تكلفة بالمقرنة بالوسائل الأخرى بالمقرنة بالوسائل الأخرى تقلل التكلفة وهي تحقق الهدف لأنه كل الهدف يجب أن يتحقق بكفاءة وفعلية لأقل تكلفة أقل وقت وأقل جود هنا أقل تكلفة تحقق جزء من هذا الهدف لا عيوب بالرغم أنه هناك إيش أدفانتيجز اللي أنه هناك ديس أدفانتيجز اللي هي عيوب أو له حسنات له عيوب من هذه العيوب أولا لا تساعد في الظروف الاستثنائية التي تضيئ السرعة في إيصال بعض المعلومات لأن هذا إيش تتطلب وقت طويل عملية الكتابة والصياغة والمراجعة ثم الإرسال ثم عملية الرد هذه تحتاج إلى إيش وقت طويل لذلك إذا كانت المشكلة تقتضي عملية السرعة والأمر إيش على محمل الجد والسرعة يجب إيش اتباع آلية ثانية لا تحول مطلقا عن الفهم الخاطئ في إدراك المقصود خاصة عندما يقول للكلمة أكثر من معنى إذا كان هناك مثلا فهم خاطئ للمعاني الموجودة داخل الرسالة طبعا تفهم الرسالة بطريقة خاطئة أو بالتالي لا تحقق الهدف من هذه الرسالة إذن هنا هناك بعض المساوى للاتصالات الكتابية أنواع الاتصالات الكتابية أنواع الاتصالات الكتابية طبعا منها الاقتراحات والمذكرات ما هي الاقتراحات وما هي المذكرات هناك من كتابات من بعد يعدها أو يعدها المرؤوسين لرؤسائهم من إدارة تنفيذية إلى إدارة عليا لتوضح بعض المعاني أو تفسير بعض الأمور الغير مفهومة داخل الرسالة وعلى المسؤول أن يهتم بهذه الاقتراحات وأن يقدم ويقدر أصحاب الاقتراحات الصائبة ويشجعهم على تقديم اقتراحاتهم ومرياتهم دائما لأن ذلك يساعد في تحقيق الهدف من عملية الاتصال الشكاوي طبعا ترفع الشكاوي من المستويات الإدارية الدنيا إلى المستويات الإدارية العليا ترفع من المرؤوس إلى الرئيس على وضع معين على تظلم معين هناك شكاوي طبعا على المسؤول أن يوصل إلى الجهات المعنية والاهتمام بها ومعرفة الأسباب وراء ذلك فقد يكون هناك شكوى في غاية الأهمية طبعا هذا يساعد في رفع الروح المعنوية للإدارة الدنيا بمعنى أن الإدارة العليا تأخذ بشكاويهم تهتم بهم فالمرؤوس الذي يشعر بالظلم لا يكون إنتاجه كما يجب طبعا الروح المعنوية عنده بتكون غير جيدة وبالتالي إنتاجه غير جيد وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على المنظمة التقارير والإحصاءات التقارير والإحصاءات قد تكون دورية قد تكون شهرية قد تكون سنوية وتشتمل الإحصاءات والبيانات على الإنجازات التي تمت والتي تتم داخل المنظمة والتقارير يجب أن تكون مختصرة طبعا وغير طويلة لأن كثيرا من الرؤساء ليس لديهم الوقت الكافي لكراء مثل هذه التقارير الطويلة الصحف والمجلات والمواد الإعلامية الأخرى التي تستخدم المنظمات للدعاية وتقديم الدعاية وعلاقتها وربط علاقتها بالمجتمع وللإعلان عن الوظائف الشاغرة داخل هذه المنظمات